قدرة لمصر طبعا قلب العروبة وقلب هذه المنطقة وقلبة إفريقيا ومنذ حقب تاريخية مختلفة أنها تكون الحاضنة الكبرى لمن حولها ومن يتابع الحضارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى اليوم يمكن جزء رئيسي من قيم هذه الحضارة هي القيم الإنسانية لإحتواء الآخر وليتابع التاريخ هيلاقي أن المصريين يستقبلوا كل جنسيات العالم منذ فجر التاريخ وحتى النهاردة واحتوتهم في بلدنا ومصرتهم كمان أو تعاملت معاهم أنهم مصريين زينا زيهم بيأكلوا معنا يشربوا معنا يشتغلوا معنا وليهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وده يمكن على مدار تاريخنا يمكن في مراحل معينة من التاريخ كان فيها زيادة في هذه الظاهرة بسبب طبيعة الأحوال مصر استقبلت في لحظات من تاريخ الأرمن والشاركس واليونانيين اللي هربوا من كتير من اضطهاد الدولة العثمانية وقدرنا في ظل وطن عربي مضطرب وبعد ما عرف بالرسم الربيع العربي نستقبل عشرات الألاف من ضيوفنا دائما بنقول ضيوفنا سواء كانوا العراقيين السوريين السودانيين والليبيين أيضا واليمنيين ومع أيضا دخولنا في مرحلة جديدة من هذه الأزمة بما يحدث في السودان الآن ومجيء يعني عشرات الألاف أيضا من ضيوفنا السودانيين أبنائنا وأبناء وادي النيل ونعتبرهم أبناء هذا الوطن أيضا قد يزيد من الأعباء الحية على مصر ولكن دائما بنقول كما أشار رئيس سيسي أن احنا بنفتح بيوتنا وأرضنا لجميع الجنسيات واليغافة الملهوف في المقام الأول على ضوء المعطيات التي ذكرتها هنشوف محضراتكم كمان تدعيات الأزمة السودانية وكمان مجيء المزيد من الضيوفه وكيف نتعامل أيضا مع هذا الملف وإزاي كمان العالم بيشوف تعاملنا في هذا الملف فاسمحوا لي طبعا أرحب في البداية بيأكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام والأستاذ أحمد بدأ وكمان رئيس مجلس أماناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين أهلا بحركوا نورتونا أهلا بكم يعني يمكن هبدأ محركوا أستاذ أحمد في يعني توضيح الوضع الآن على الأرض الواقع طبعا حرك أقرب للصورة مننا إحنا متعامل دائما بشكل مختلف مع كل من يفد إلى أرض مصر طبعا بيبقى فيه تسجيل أحيانا في الهيئات الدولية وهيئات الأمم المتحدة لكن الأعام والأغلب فيما أعتقد بيدخل ويعيش ويندمج في وسطين حتى أصبحت هناك أحياء يعني معروفة بضيوفنا الوضع الآن على الأرض إيه؟ طيب بداية التجمعات أو الضيوف أو الأومي بيوصلوا الدولة المصرية بيبقى عندهم خيرين يما الخير أول أن هم بيسجلوا تحت مسؤولية المنظمات الدولية زي مكتب المفوضية السعمالة شؤون اللاجئين ودولا بيصنفوا على أنهم لاجئين داخل أو طالب اللجوء ومفهوم طالب اللجوء مش مقصود بيد دولة المصرية هي دولة ترانزيت أو دولة عبور أو دولة موقعتها لحد ما يتحسن الوضع إما في دولتهم لو فيها دولة صراع إما يتم توطنهم لدولة ثالثة اللي هي الدول اللي بتعبها اللاجئين بشكل على مدى البعيد فهو بيسجل عشان إمكانية الاتقال لمرحلة أخرى بالضبط الخيار الثاني أن فيه ناس بيتوصل الدولة المصرية على أساس أن هي تعيش في الدولة المصرية وبتبقى خيار بكامل إرادتهم عشان الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو عندهم يعني بيبقى فيه أطراف هنا قرائب أو ناس من جنسيتهم الوضع الرقمي للخيارين أن احنا اللي بيسجله في المكاتب اللون المتحدة لحد الوقت احنا عندنا 300 ألف ما يقول بلا 300 ألف فقط من كل الجنسيات احنا عندنا من 53 جنسية مسجرين في مكتب اللون المتحدة عدد أولي جدا عندنا عصنا 4 مليون شقيق سوداني على أرض الواقع قبل ما تحصل الأحلاس كان عندنا 4 مليون لكن احنا فعليا عندنا من دول صراع أو دول نزاع أو مهاجرين بشكل إرادي لحد التاريخ اللي طلع من منظمة الهجرة الدولية في غوستس 22 احنا وصلنا لـ 9 مليون وزيادة 9 مليون دول الرقم الرسمي مكونين من 133 دولة احنا عندنا على أرض مصر الحين لحد الأغسطس اللي فات الأعداد بتزيد كل شوية 9 مليون من كم دولة؟ من 133 دولة تقريب منظمة الهجرة الدولية يعني العالم يعلم هذا تقريب منظمة دولية 9 مليون مصري على أرض مصر 9 مليون مهاجر على أرض مصر ضيوفة عندنا على أرض مصر اللي وصلت للدولة مصرية من بداية الصراعات أو بداية النزاعات فيه ناس بتوصل من دول نزاع أو دول صراع ما بتسجلش في الأمم المتحدة وزي قلت بيعودوا في مصر بشكل اختياري ووفقا لها ظروفهم الإقصادية أو اجتماعية تسلسلا كده احنا كان عندنا بعد الأزمة السورية عندنا عدد كبيرة من السوريين وبعد الأزمة اليمنية احنا وصلين إلى عدد أكبر من اليمنين موجودين في الدولة المصرية كم يمني دلوقتي تاريون احنا نتكلم في المسجرين عندنا في الأمم المتحدة عشر تلاف الموجودين على أرض الواقع وفقا لتأريل الصفرة اليمنية أو حديث تسليح اليمنية من حد مليون وثمانمائة ألف موجودين اثنين مليون دول منذ بداية الصراع اليمني برضو يعني كانت منهم موجود كان الناس بتيجي على خدمات طبية أو دراسة أو تعليم أو كده ويرجعوا أو صحية بشكل أكبر كان لكن حاليا بعد الصراع الدائر في اليمن يعني الموضوع فيه ناس بتيجي تتمركز وتطورت فترة كبيرة جدا هقولك على معدد كبير كان موجود مثلا بشكل بعيد عن دول الصراع أو النزاع مثلا من الجنسيات الدول الخليج احنا عندنا وفقا للصفارة السعودية احنا عندنا من 400 ألف دائم موجود داخل الدولة المصرية وهم أغلبا الناس اللي وصلت سن المعاش فبعد ما وصل المعاش بيبع عندهم سكن هنا وبيجيوا يعيشوا داخل الدولة المصرية والأعدد دي موجود عندنا احنا على مستوى تاني مثلا بالجنسيات الجنسية الليبية مش بتتسجل في الأمم المتحدة احنا وصلنا من بعد صراع الليبي لحوالي 900 ألف موجود داخل الدولة المصرية ما بين بيفتروا متواجدين فترة مؤقتة وما ناس بترجع بس احنا من بداية الصورة لازمة الليبية احنا عرف الليبين اللي موجودين ودولا مسؤولية الضيوف برسمي بقى لانه ما كانش بيسجلوا في الأمم المتحدة احنا الحد كمال الدولة الليبية كانت في الفترة احنا نخلق الأمم المتحدة بتبقى مصنفة شوية موضوع اللجوء في دول نزاع كلها مصنفة دولة نزاع وفي دول مناطق نزاع يعني اليمن لحد الوقت دول مناطق نزاع منطقة نزاع يعني مثلا فيها نزاع عادة كويسة رفق الوضع الامن هناك لكن التصنيف كان مثلا على سوريا انها دولة نزاع في فترة معينة من بعد الصورة السورية عندنا كم سوري تقريبا دلوقتي المسجرين في المفوضية من حد مئة وستين ألف شخص فقط لكن اللي موجود عندك انت أكثر من تلاتة مليون أكثر تلاتة مليون أكثر من تلاتة مليون أكثر هذه الأعداد اللي انت بتتعامل معها الدولة المصرية ما بين الناس جاية بقيرتها أو فيه ناس جاية مجبرة لأنه عندها صراع أو نزاع داخل الدولة الخاصة وفيه ناس بتيجي هجرة على مستوى الاقتصادي الوضع الاقتصادي بتعاونه في الدولة بتقوم عندها شوية التزامات أو شوية معايير للقبول ولكن بتستعب بيبقى فيه استثناعات وإعفاءات العدد كتير من الجنسات في التواجد الدولة المصرية إن كان بيلا